نصب المدير العام للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية أعضاء المكاتب الفرعية للوكالة في أقليم جنوب البلاد المختلفة كان ذلك بحضور المسؤولين الإدارين بتلك الأقليم محمد حسن أتا مواصلة لنشاطات الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية الأنادير ومتابعة لسياسة سلطات العليا الرامية إلى إصلاح الجهاز الإداري وتعزيز قطاع الزراء والسروة الحيوانية بالبلاد جاءت مناسبة تنصيب مسؤولة الوكالة بإقليمي شاري الأوسط ومندولة رويني كارول جوميبي من قبل المدير الآمن نائب للوكالة محمد المهدي سليمان حيث استهلت المناسبة بكلمة مندوبة التنمية الريفية بإقليم شاري الأوسط ومن ثم كلمة المدير العام النائب لوكالة أنادير الذي طلب من المسؤولة الجديدة للوكالة بزل المزيد من العمل للمضي قدما وتحقيق الأهداف الرامية إلى تنمية العالم الريفية من جهتها مسؤولة الوكالة الجديدة معكدة احترام دفتر المهام وشروط العمل لأجل تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها كما أقدت جلسة عمل مع الإداريين وأمال الوكالة لمعرفة كيفية سير العمل الإداري ودعم المنتجين الزراعيين من أجل تأمين الغزاء للمواطنين وفي سياق متصل فقد تم تنصيب مسؤول الوكالة بأقاليم لوجون الشرقي والغربي وتنجليب بشير عباد خليل الذي شكره الآخر السلطات الأولياء وأكد بأنه سيفزل قصار جهده لتفئيل دور الوكالة على مستوى الأقاليم السلاسة السالفة الزكرة كما تداخل المفتش العام لوزارة الري والإنتاج والمعدات الزراعية والذي أشار بأن دمج الهيئة الوطنية للتنمية الريفية وشركة تنمية البحيرة والبرنامج الوطني للعمل الغزاء البيانيسا يدخل في إطار الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة هذا وكما تم تنصيب مسؤول وكالة تأدام التنمية الريفية بإقليمين مايوكي بي شرق وغرب كابي كانجي ديزيري وذلك بهضور العمين العام لإقليم مايوكي بي شرق أحمد محمد طولي وتخللت المناسبة عدة كلمات منها كلمة التنصيب من قبل المدير العام النائب محمد المهدي سليمان وكلمة شكر من قبل المسؤول الجديد للوكالة واختتمت المناسبة بلقاء عمل تمح وراح حول تقييم الأعمال التي أنجزت من قبل المؤسسات التي تم دمجها وكذا البحث عن السبل الكفيلة لتقديم الدأم للمنتجين الزراعيين والوقوف بجانبهم بغيت مضاعفة الإنتاج وتحسين ظروفهم المائشية